أعزائي الطلاب ورحب بكم ودرس جديد من دروس مقرر الأحياء العامة العملي درسنا اليوم بعنوان الفيروسات الفيروس هو بوسيم صغير بيتطفل إجباريا داخل خلايا الكائنات الحية بينقاسم ويتكاثر داخلها فقط علشان كده هو من أهم صفات الفيروس اللي هو أبلغة برزاية يعني متطفل إجباريا من ضمن أنواع الفيروسات فيه نوع اسمه اللاقم البكتيري أو البكتيريوفاج ودي عبارة عن فيروسات بتهاجم وتصيب الخلايا البكتيرية وتتكاثر داخلها وفي النهاية بتسبب تدميرها وإطلافها كل لقم بكتيري له القدرة اللي هو يهاجم سلالة لنوع واحد فقط من البكتيريا يعني الفيروسات البكتيرية هي متخصصة في الإصارة اللاقم البكتيري أو الفيروس البكتيري لما بنفحصه بالمجهر الإلكتروني بنجد أنه يتكون من رأس مضلعة عبارة عن غلاف من البروتين بيحتوي داخله على المادة الوراثية للفيروس طبعا الجزء الثاني اللي هو الزيل فيه مجموعة ألياف اللي هو بيتعرف بها على الخليات البكتيرية وبيثبت نفسه على جدارها باستخدام هذه الألياف لو جينا نشوف طريقة الإصابة إزاي الخليات البكتيرية بتصاب بالبكتيريوفاج أو بالفيروس طبعا الفيروس أولا بيثبت نفسه على جدار الخلية اللي هو تعرف عليها وبعدين بيبدأ بعد كده يعمل عملية انجيكشن أو حقنة للمادة الوراثية بالشكل ده دخلت طبعا كده في السيتوبلاز بعد كده هذه المادة الوراثية بتبدأ تعمل ريبليكيشن أو بتستنسخ نفسها وبيبقى فيه عندنا العديد من المواد الوراثية أو الDNA الخاصة بالفيروس في سيتوبلازم الخليات البكتيرية وبكده بيكون كل مكونات الخليات البكتيرية مسخرة لإنتاج فيروسات جديدة طبعا بعد فترة بتبدأ تتكون الرؤوس الجديدة والذيول جديدة للفيروس بعد فترة طبعا بتبدأ الفيروسات الجديدة كلها في التكون في السيتوبلازم وبكده بيكون تكون جيل جديد من الفيروس داخل سيتوبلازم الخليات البكتيرية اللي في النهاية بيتم تدمير جدارها الخلوي وبتبدأ تتحرر الفيروسات الجديدة علشان تصيب خلايا بكتيرية أخرى وهكذا أعزائي الطلاب دلوقتي هنشاهد نموذج بيمثل مراحل إصابة خلية بكتيرية بالبكتيريوفاج أو اللاقم البكتيري طبعا الخلية اللي قدامنا دي خلية بكتيرية سليمة لم تصاب بعد بالفيروس بعدين بعد كده تبدأ الخلية تصاب بفيروس بكتيري طبعا الفيروس بيتعرف على الخلية ويبدأ يثبت نفسه على جدار الخلية زي ما احنا شايفين دي الألياف بتاعته مثبتة على جدار الخلية هنا رأس الفيروس اللي هو عبارة عن غلاف من البروتين بيحتوي داخله على الـ DNA ثم بعد كده يبدأ الفيروس يحقن المادة الوراثية زي احنا شايفين المادة الوراثية انتقلت من الغلاف البروتيني للرأس إلى عنق الفيروس تمهيدا طبعا ليه حقنها داخل سيتبلازم الخلية في المرحلة دي الفيروس اصبح داخل سيتبلازم الخلية طبعا الفيروس في الحالة دي هيبدأ يسيطر على الخلية وهيبدأ يسخر الخلية لتكوين DNA جديد او نسخ عديدة من الـ DNA الفيروسي طبعا هنا حصل عملية تضاعف للـ DNA واصبح هناك منه عدة نسخ داخل سيتبلازم الخلية البكتيرية في المرحلة دي من مراحل حياة الفيروس او من دورة حياته بدأت تتكون اغلفة بروتينية جديدة حول الـ DNA اللي موجود في سيتبلازم الخلية فاتكونت رؤوس واذيال جديدة وبالتالي اتكون جيل جديد من الفيروسات داخل سيتبلازم الخلية البكتيرية هنا طبعا الخلية البكتيرية نتيجة لوجود عدد كبير جدا من الفيروسات الجديدة في السيتبلازم بتاعها حصلها عملية تدمير وبدأت تتحرر الفيروسات الجديدة عشان كل فيروس من الفيروسات دي يبدأ يعيد دورة حياة الفيروس بكده نكون انتهينا من درس الفيروسات ان شاء الله نراكم في لقاء قادم ودرس جديد من دروس مقرر الاحياء العامة العملي